بريزداو ماذا نزعني؟ أهلا وسهلا فيك بهونتوكس اشتغلت كتير لأرجع ابني اسم النادي من جديد قد الوالد خليه بالقلب ما بحب أحكي فيها تركنا لك ايها السوربريز انت منك عارف لا والله معارفا النجمة هي بتخلق نجوم نجمة هي أم الصبيب باللبنان بالفوتبول لو لا سمح الله ما ربح ما زنز عني الدوري كان فعل؟ إذا قلت أبيض يمكن يزعل زلت أسود ليه؟ بريزداو ماذا نزعني؟ أهلا وسهلا فيك بهونتوكس أهلا وسهلا فريز حبيبي أنا كتير مشتق لك وكتير مبسوط أنا وياك اليوم لأن القهد هيكين لازم تكون من حوالها الشهرين أنا بتذكر كتير منيه وقت حكيتك قلت لي فريز بطلع بس وقت نربح الدوري قلت لي نطور علينا بنربح الدوري ومنجيب الكاس على السوديو ومنطلع وهي شي صار حقيقة الحمد لله بحكي كلمة بلتزم فيها وقال الله وفقنا أنا أنت بتلتزم بكلمتك أنا بعرف في الحياة بس كانت صعبة كتير ما كانت سهلة أبدا أبدا من أراد العلا سهرة ليلة وما كنا نرتاح ما كنا ننام تعبنا لوصلنا والحمد لله مش لحالة معي الفريق معي يكيب طويل عريض كله ساعدنا كلنا اشتغلنا ولوصلنا الحمد لله يعني من أكويل الرسول من تواضع لله رفعه الحمد لله هذا الشيء أنا نسي متواضع هذا اللي بقى عرفه عنك أنا رح نحكي عن اللقب رح نحكي عن المشوار بس خلنا نرجع شوي نحكي عن مازن الزعنية اللي هو نجماوي بالأصل كان عضو اللجنة الإدارية بنادي النجمة إيما كان رئيس أسعد سقال بعدين تم انتخاب أربع أعضاء إذا عم بحكي شي غلط صحح لي أنت كنت ضمنهم وصلت على النادي وبلشي تخليني أقول المحاربة مظبوط صحيح ليه؟ أنت جاي لتنقذ نادي لتكمل مسيرة بالنادي ليه؟ مثل ما كنا نعرف أنه كان النادي مرحلة كان مدمر فيها يعني أنا بتذكر كتير أنه مكة غير في أربعة أتمنلعي بسوري ملتزمين يجوا يتدربوا وقتها كان في وقت الكوش طريق جرايا والبقاية ما كانوا موجودين كان في كتير مشاكل كنا طلعين من أزمة بالبلد أزمة اقتصادية طلعين من الكورونا شو أسباب البقاية؟ أنا بتذكر كتير منيحة طلعت على صور بحقي أهل صور طلعت على صور كرميل الكابتن مهدي الزين طلعت عنده عبيته 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 عمه هيدا أحد اللاعبين اللي رجعته اللي هو اليوم النجم من نجوم النجمي يعني اللاعب رائع وأنا كتير بحبه الصبي هالشاب بالنسبة لقالي أنا روعة بتمنى له مستقبل رائع وواعد ومعنا مع النجمي هيدا اللي بيقول لك هيدا بتمنى له هي أكيدة أه أعطيتك إجزامبل بسيط يعني طب انت جيد كان في عقود موقعة شي باللبناني شي غير لبناني كان زمن يعني كمان ما بعد كروه لا ما كان في عقود باللبناني كلها بالدولار كلها فراش دولار كلها فراش دولار وكملتها كلها مثل ما هي وحملت أعباء شي من قبل ما كملتها مثل ما هي لأنه كنت يعني يعني كنت كل واحد كل اللاعب أرقامه مش معقولي عملنا عملنا على التفاوض مع العيبي برجعنا أخذتت شي غشين يوم المفاوضات مع كل اللاعب مع اللاعبه والكل كان راضي الحمدلله طب هني يقول كونتريات بريسدان عامتا من المضو يعني هل المضو بوقت أنا عم بسألك هل المضو بوقت قريب كتير من مجيتك تا الحمل يكون على اللجنة الإدارية الجديدة الجاية أو كينو ما بعرفها شي بس الأكيد أن المضو أول ما خلص الموسم من 2022 إن مضو الكنتريات أوكي وإنت وصلت وقيت ديون متراكمة عن نادي نادي غير اللاعبين لا اللاعبين ما فيقول إنو كان في غير كونتريات اللاعبين غير كونتريات اللاعبين أي كان في ديون عدن آسيا بآسيا كمان غير ديون آسيا موجودة مضبوط وكلون أنت تحملتم تحملت أسمن ميح منهم كان فيك آسيا متكفيك لحالة كان فيه مصاري بالنيدي دعا ما كان فيه ما كان في ديون مهم كتار قالوا إنو أول ما وصلت يعني إنو المرجعية بدى ما زنز عني بس مازن جاي يمكن بين هللين بمحال تاي عرقي للنيدي كتار نحكي هيك بالبدايات هيد إشعات هيدول الناس يعني كون ما فيه وراوان شغلة والعملة يعودوا يحكوا يكبوا حكي آخر شي بالحكي بتعرف أنت ما بيعمر بدك الشغل شو سر إنو بسنة ونوص ثلاث ألقاب بينما الإدارات يلي مرأيت ومرأيت يعني كبطل لبنان النجمي سرلو عشر سنين غايب انت بسنة ونوص عامي ثلاث ألقاب كيس بنين السوبر والدوري بطل لبنان وهيدا إنجاز بسنة ونوص فين لك شغل كتير مني إنو اليوم بدك تعطي من قلبك وبس يشوف فريقك فريق عملك ولعيبتك إنك عم تعطيهم من قلبك هن بدوا يعطوك من قلبه بس يشوف أي لاعب اليوم أو أي مدرب عم يوصلوا حقه من دون مجهود غير هو المجهود اللي لازم والمفروض يعمله عم يوصلوا حقه لعنده فبيكون واجبه الأدبة والأخلاق يعطي متل ما نحن عم نعطيه فاشنهيك الكلك عم يعطي إذا لاحظت أنت المدش للستة وتسعين دقيقة الشباب عم تقاتر كلماله لأنه عيننا حكينا معهم إنو هيدا مستقبلكم النادي ما أثر معكم كل وليتي أنا موجود معكم فيها ما أثر منها معكم انتم متأثروا مع الناديكم متأثروا مع جمهوركم هيدا واجبكم والكل كان أدى والحمد الله أنجزنا المهمة تعرف هو لعنجد بكل تجرد بدي إقلك شرف لكل يعبي يلبو ساميست النجمي الحمد الله يعني العرق يلي بدو يحطوا والتعب وأي شيء لازم يحطوا لأجل هالمجنين يلي موجودين بعد حم تقول لك شرف كل يعبي يلبو شو حال الشرف لقلي أن ندير هالنادي صحيح صحيح حد مسؤوليه كتير كبير وشرف لقلي كتير كبير إنو تكون عندي دير هالسفينة هيدا بجمهوره الرائع المجنون أنا أطلقت عليهم لقلي مجنين ما كنت غلطان بيعشقو لهالنادي صح تلاقيه أين مكان بيلحقوه بظروف صعبة يلحقوه بظروف المشاكل بلد أيام زمان يأكلوا قتلوا يوصلوا على الملعب ليحضروه هيدا العشق ما في تلاقيه أين مكان الحمد الله أنه أنا اليوم برأس هالسفينة ديره أنا قبطن هالسفينة والحمد الله عم بعمل علي عم وصل هالسفينة بأمان عم توصل الحمد الله بأمان وأكتر طب رئيس بدي أحكي شوي كمان عن الأمور الخاصة أنت عضو بدار العجزة الإسلمية يعني اللي ما بيعرف ما زنزعني عنده اهتمامات اجتماعية إنسانية كمان غير اهتماماته الرياضية هذا ويجب الإخلاقي والديني أنه أعطي من وقته لساعد المحتاجين بالشغلة عندي كذا جمعين كمان عضو فيها بس هايدي من الأبرزهم غير إنه كمان أنا عضو جمعين الصناعيين حلو بدايتك وطفولتك كانت بإسبانيا صحيح وكنت يلي ما بيعرف بازنزعني ما كان لعب فوتبول يعني بس كنت باريس بلعبة سلاح الشيش صحيح مضبوط أخذت بطولة منطقة أندلوسية منطقة إسبانيا هي مقاطعات فأخذت بطولتها وكان الفينال ما بنسيب حياتي لعب تضد واحد طوله مترين وخمسة مترين وخمسة؟ مترين وخمسة بس كان يمدقينه وكان يسيبني منه ما يعت بس الحمد الله وقته عملت إنجاز وأخذت الميندلة الذهبية من البطولة هاي ووقت من اللي بيربح بيكون مقاطعة بيطلع له متل عضوية من الملك شخصيا لأنه هيدا كانت البطولة يتبع الملك شخصيا بعدين تعرضت لإصابة بقدر تكميل صحيح هيدا بديفوت بإشي هيك مهدومة خاصة أبما نرجع نحكي موسع على الفوتبول وعن هالموسم موسم المقبلة جمهور نجمك كله ناطر قديش بتحب السرعة والسيارات؟ باشا مونتسيكليات وسيارات اين خبرني مين بسوق بعد بسرعة 200 على الأوتوستراد؟ لا لا مش أنا أكيد رانج، أودي، بورش، سياراتك وغيرهم بتضل طاير على الطريق ما بديش أشجع غيري بس أنا أبرها بحبت بسرعة بحبت على الأدرنالين كتير تعرف شو لقبك؟ بالنسبة تعييت لي دون وفي نسبة تعييت لي الشيات تانية لا، موناليزا موناليزا لأنه كتير كول بوكر فيس ما حدا بيعرفك زعلام مبسوط لقب الموناليزا ركب عليك؟ هيدا النوع من الشطارة اللي بيتباعها انه خلي لحدان يحزر شو بدي ما ضرور يقول شو بدي خليهو يحزر بس أعرف أنا شو أعرف ساعتا بجيبه طب بعد الجيم مع النجمة ليش بس تراسه لرأي سنة للأنصار نبيل بدر؟ أول شي نبيل صديق صديق ومحترم جدا ضليتنا ساعة ونص تقريبا أنا وياه عتوتر تنايتنا ونبيل من النوع اللي بنفعل كتير أنا مارفز الفيديوهات مبيني خلل النقل مباشر كنت أنا رايق ومسيطر عصابي بس أكيد كنت من جوا مولع وهو ما كان كان عم يعبر عن تعصيبه كل وقت كتير ما عصبني قلت له نبيل وين الجايبة؟ تعال بص رأسك بس طلو رأسه طلو مبروك لقلنا ويعطيكو العافية موسم كان حلو لقلكن لقلنا ما في غير المحبة واحترام بين بين نبيل كل العالم بتروح على الجيم بتحضر مبارات صحيح انت بتحضر مبارتين على التليفون وكيد بس شرح لي شو هصر الملعب والتي في بين ايديك يعني بتحضر الجيم يلي موجود على الملعب للأسف اليوم ما اللعبنا نحن المدرج فيها اللوكيشن تبعيته مش بتعتيك فول فيو للملعب وتعرف الشبك مالشبك فبتطر أمرار احضرها عن اقرب لقل رائب اللعبة كيف صارت وين صارت بتحضر ماتشيتك بره بتلاقي عندك الفيو مفتوح هلا فيك تقول بلا ما تستحب ريزنان بتحب تعليق ايه بتحب تسمعني اكيد 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 كيف انت بتعليق انت وشارل بتصير زركوا لبعض ايه بدي اقول لك هردلك لليورو اسبانيا لا انت مع ايطاليا انا اسبانيا حبيبي صاحبه صاحبه بجاله تحية حسن درغام هو طلياني حسن بجاله تحية هو طلياني حرام حرام طلياني حرام ايه بك هنا ايحنا نحن اذا انا شي مره ودي اعزمك على العشاب بتيجي اكيد اذا انا عامية لأكلت بتنجين اكيد لا بعتذر منها، ليه عندي حسيه على البتنجين باهرب منها كلمة بتطبخ الطبقه بتطبخ التانية بالبيت عنا ما في شى اسمه بتنجين ممنوع بامية قلوه يعطيك لا ما بيكلامي ولا بقررب على الصحن اذا تعالي البتنجين ابدا انت بك خبرني تنجين وباميا قدي بتعمل ضروبة باصحابك مالك ضروبة بتخبيلهم اضحات جزادين ما حدا بيعرف ما بيبين عليك انو انت عمل ضروبة خفيف الايد بقدر اخد اي شغلة عن طاولة او من جايبتو الواحد بسرعة عندي كم شاب اصحابي بجهلهم تحيي بحب عمل فيهم ضروبة كتير بخبيلهم متلالة اضحاتهم جزادين تليفوناتهم بس خلص تطلع منهم بقولوا اي دا مازن تفتشوا عغراض بس شاطر فيهم بحب عمل ضروبة قديش بتتابع السوشيال ميديا انت انسان معلق بالسوشيال ميديا شرحتا لا الشير دي والوير دي بتتابع الاشي اللي همه بتبعه بس لا اي كانت ما فيه ايه لعم بحكي فوتبول انا مش عم بحكي فوتبول سوشيال ميديا الخاصة بالفوتبول لازم موقع لازم تابع كل شي عندما فيه لا حسن اذا في عندي اقطاع حسنه اليوم بحب يتعلم من اغلاطه ليه ما بيشتغل ما بيغلط ستكفدك تحسن حالا اذا ما بتشتغل اوكي ما حتغلطه ولا حتصير حتضلق محل تب رئيس خبرني قصة العشاء يلي اتفقتوا تعملوا العشاء بإيطاليا وكوبليت وما كوبليت جيت انت وعائلتك اكلنا الاكل كله اكلتوا الاكل وعسس انت عزمون يعاني ملف ضيحة حسابوا بعدين اللي قال لك عنا حسابوا بعدين اتفقنا انو العزيمة ندفع كليتنا بس بالكرت كارت تبعي انو انا بطل معي 2 يوم طرعين بالتاكسي بنا ندفع 200 يورو كاش للتاكسي بطل معي قلتلني يا شباب انا بدفع بالكرت كارت بتحسبوني كاش لانو بطل معي كاش انت بتدفع لتوني اخي انا بدفع بالكرت كارت عراسي بس انت تعطوني كاش بتدفع بكرة التاكسي فمسكوا علي ومع بخلص منها الخبرية ملسينا بشوي اللي هلأ هلأ يعني بالبودكاست كله رح يعرف ممنونك ممنونك يا صديقي اللي خبرته معقول انت صرت رئيس نادي النجمة الانتخابات ماشي هون وانت على البوت بتركيا هيدا من محبة الناس هل قد كنت متفاعل هم مزموطة معقول انت بالشغل عندك بتقلو للموظف بس انت لا عايزك بيطلع لعندك تقول ما بدي شي عم بمزح معك حتى بهال امور الصغيرة اي اكيد بعمل كمان دروب كتير موظفيني خلي العلاقة اخوية مرحة بسير بشتغلوا من قلبهم اكتر الحمدلله كل الموظفين انا ما بعملهم كموظفين بعملهم كاخوة لان اذا باب رزق مثل ما عم بسترزق منه هني كمان عم بستفيده فمخليها عيلي واحدة ايد واحدة عارف رئيس هلا نرجع شوي للفوتبول عارف انه جمهور النجمة محضرلك هالاسبوع احتفلية للفريق عم بحكي بعد ما صايرة بتاريخ النادي وبولم المفتوح رح يكون واحتفلية عين المريسة الروشة المنارة كلها رح تسكر هيدا الان يعني توجه انه يكون هيدا الاحتفال بس للفريق وللجهز الفني لانه هنه اللي بيستحقوا احكيد نحنا كيدارة اتعبنا معهم وكل شي بس هيدا الاحتفال لازم هنه يقوموا فيه لقلهم يبسطوا جمهورهم لانه هنه الاخر شي هنه اللي عطوا على الارض هنه اللي حقوا اللقب كل يعطيون الف عافية فعلا من ازهر واحد متل ما بقولوا ياللي دوروا قاله شي لا راس الهرم لهو جاز فني بس انا مدوجي تحية عن جد لمدير الفريق حسن حمود حسن حمود شهدتي فيه مجروحة انا فعلا اخلاقيا تنظميا حسن حمود بالاخلاق مسبق الكل بتصور ما فينا نحكي عنه وعنده مجهود كتير قوي ما تنسى اليوم عندك ثلاثين لعب اتنا وعشرين لعب من ايديك كل واحد عنده عاليته وكل واحد عنده حركاته وبدك تلاحق على الكل اكيد مسؤولية كتير كبيرة رئيس كتير حاربوك كتير اتهموك بانك يمكن بمحل ما انت انسان ضعيف على اللعبة لانه هاي اللعبة بده ناس مش مهزبين كتير عم بحكي بمحل وعدت انك راح تحقق اللقب ورديت عليهم بالملعب هاي دي بتصور افضل طريقة رد على اللي بيحكوا هاي وانه مدرور يكونوا واحد بلاء اخلاق لا يجيب اللعب او بلاء ادب لا يجيب اللعب الناس انسان بشغله مدرورة عكل واحد بحكين كل ما يقعد جايبو ما بكون هالقدة او اذا بجايبوا كل واحد بحكيني بقعد وراء مكتبي بدير العملية مثل ما بدي برواء بتوصل ما انا هيك بشوف الامور رزاق عالقد مزينية هالموسم قديش عالقد بدرون حكي عراءهم اي اتخطط مليون وميتان اتخطط مليون وميتان يعني بيجوك ناس بيقولك انه مزينية انه دي نجمي اربعمئة الف خمسمئة الف ستمئة الف اكيد هادو الناس اغوية ما بيعرفهم ملسبات اذا عندك عشرين لاعب بالسنة بثلاثين الف دولار هاي ستمئة الف دولار لا تشوف ادي غابيهم تاب ريزاو مي بيدفع معك بالنادي في ناس خيرين في ناس بتحبها النادي اي اي ما اقول لا بس في ناس عم تدفع اكيد لو عم تدفع دولار مشكور رو عم تدفع عشتلاف مشرين وثلاثين الف مشكورين مرجعية النادي شو دوره اخي مرجعية النادي بهم النادي هدا يضل موجود مسيرة من الف تسعمية وخمسة وارمين لليوم ماشي هالنادي بهمة يكمل يعني هني اقدمة فيهم عم تكافحوا لا يوصل المرجعية عندها ظرفها الخاص عنده نمور يهتم فيها يمكن بالنسبة للألون هلا أساسية بس جابوا شخص بناسب سلموها الأمانة هاي قالوا له فضل تصرف يعني ولا مرة انا سمعت بس سنة ونص حان اقالي اعملها الساوي هالشغلة نربح الانصار لانو الانصار هيدها الحكي فاضي مانتو خزن اذا بدهم المرجعية دمروا هالنادي ما كانوا جابوا حلا سكروا بيرجعوا التاني بيرجعوا التالت اقار ربعة هالقدي هيني بس ما بارف الكلام البيخ الوالدان بيجيبوه انوان ما بارفت رئيس مجلس الأمانة موجود اليوم بنادي النجمي او مش موجود مش موجود بس رئيس انتبع رئيس مجلس الأمانة لازم يكون هو رئيس النادي لما يكون في اصدواجية بالرأسة يعني انت أنه رئيس رئيس النادي ورئيس مجلس الأمانة هذا المنمو عفوا ما كان السابق اسعد موجود هو كان رئيس النادي هو رئيس مجلس أمانة طيب مجلس أمانة ليه ما في اليوم بنادي النجمي عم تحكي نادي النجمي هيدا نادي الوطن لكن صراحة سن ونص اشتغلت كتير لأرجع ابني اسم النادي من جديد كان في مشكلة ثقة بالنادي ما بعرف لي كيف اكتشفت انت كل واحد تحكي مع سبونسر بيقول لك نجمة لا بيبتروح لنا بيقول لك نجمة لا جربنا كتير جربنا نجيب ناس اذا مذكر انت مذكر علي السبع كان نائب رئيس صح ما صدق امتين زلمي راعي خيلي قال مشكلة بتكافين وجهت ما في الكفاية بالنادي النجمة ما بدي كميل انت بتحب النادي عم بيقول لك سبب من الاسباب يعني وفي كتير ناس جربنا معهم بس اليوم بأكد لك انه اليوم غير مبارح اليوم معنا البطل الدوري رجعنا السقه سن ونص عم مشتغل نرجع السقه بالنادي والحمد الله قدرنا اول ما استلمت النادي كان في شركة كابلي بسمح لحالي احكي كان هن سبونسر تيب تبعنا حكينا مع صاحب الشركة نحنا النجمة مين معروف رجع لبسنم جديد على ميرو معروف هالرقم محومن عنكم ما بنسيها ليه طيب ليه يعني ليه عفوا انا انا مازن زنة عم بحكيك بعرف انا شو مركزة عم بحكيك تفضل شو قلق في التورة تاخذ قلي خيب ما بدي عارف مين عم بحكيني وما بهمني الامر يعطيكو العافي هالقدة كانت هاي اول هاي اول طريق كده طرينا نروح من وقته من كابلي جردنا نشوف غير شركات وقته اخذنا جاكو ورجعنا نتقلنا من جاكو نتقلنا لكلمي هالسنين والحمد الله بدنا نسأل عن الكل ما عملتنا كيف معهم ولا مرة انا سمعت شي مش بوججك بس سمعت شي غلط او غلط عن ادارة نادي النجمة من حيث الدفع عن بحكيه او الرواتب او ولا مرة هاي سمعتها انا بقول لك انا مش كامل يمكن في تأخير بس تأخير محمول كل اندي بتأخر طبيعي شي طبيعي ما تنسى تأثرنا كتير بحرب غزة رجعت الامور بالشغل بس الحمد الله نضاينين وماشى حالا بريزدان المجنين خبرني شو وضعهم للأسف المجنين انا زعلين عليهم انا زعلين عليهم لانه ما بنقدر نأملنهم ملعب يفرحونا فيه يعني انت بتعرف وجودهم بالملاعب انت بتتذكر كتير منيها بالمانية الرياضية شو كانوا يعملوا كانت تدول مانية الرياضية والموسيقى اللي حطوها كانوا يهزوا بيروت هاي دي جمالة هاي دي عاشقنا لقلن بس اليوم للاسف ما بنقدر نأملنهم شي هاي الصورة هاي دي بالمنارة عنا هاي بالمنارة وقت كانوا عم بيتابعوا جيم النجمة انصار عبر شاشة عمليقة جايانت سكرين بالمنارة ليك هالمشهد هاي دا هاي دا اللي شايفوا انت بس في نيس عادي عالمدرج طبيعي نساء عاديين عالمدرج ما دلهم وقفين بس دلهم لثلات الصبح بس لخبرك لثلات الصبح موجودين كمين لحب النجمة تعرف شتاقوا شتاقوا للاقب جمهور النجمة شتاقوا للاقب يلي هو الدورة عم بحكي الحمدلله اللي انا هو احد الاشخاص اللي امنوا هالشوق هيدا وامنت لهم الكيس ليفرحوا في هالدورة كتر خير الله شو بتقلهم لعيبتك يعطيكم العافي بيطوها الحمدلله كنتوا أبطال انتوا أبطال وعدتوا وفيتوا يعطيكم ألف عافية بحبكم من القلب والأيام الجاية هتكون أحلن الله كنت بحكيت حضرتك فده شرف القلي كبير كتير طب رزا بمقابلة معي بعد الجام انت بكيت وهيد موع الفرح وصاري تراند وصاري تراند وينما كان كله بيحكي فيه انه شو هالإنسان اللذيذ المتواضع فأنا بعرف انه يمكن خيك زياد ضد فكرة انه انت تكون رئيس نايد النجمة ويمكن الوالد الله يرحمه انت هديته اللقب خبرني عن هاللحظة الوالد تركنا بكير تركنا فجأة فما بحب تذكر اللحظات هذه انه يوم واحد تخلى عنها وكان خي موجود ففضل الوالد خليه بالقلب ما بحب أحكي فيها عزبنا كتير بعد ما تفرقنا الوالد بس خيم خيلي كبير متل والدي كمان بحبه كتير بعزني كتير وكل السقل موجودة تهديه للوالد لروحه الكأس اكيد بس بهديها هلا اكتر لخيي الموجود معي مرفقني لحظة بلحظة شريكي حبيب قلبي كل يوم أنا وياه كل يوم نتخانه لاحق أو مسافر كان عم لاحق الموتش ثاني ورا ثاني عم يركض وراي كان حط الشباب كله انت بقولنا ويركدوا ورا مازم بس خليني أحكي معه لو ما كنت أقدر أحكي معه ورا حضرتك كنت موجود بالماتش وعرفت شو صار على التتويش ابني تعرض لأعتداء سلامة قلبه لعيسو ومقزة كتير الصبكين فشناك وقتا تقول للدموع لانو كنت عتلاهم ابني أكتر شي دفعت ثمن أمني بلاحظتها كان تشدد أمني كتير قوي ما كان لازم يكون موجود هالتشدد هيدا لانو كنا ثلاثين بثلاثين يعني ما بعرف شو حيصير زي منجع قصة الجمهور ونرى شو موجود بالجه هيدا اللي كانت أخايف منه أنا خفت أي حدا من جمهوري يتعرض ليتعرض لضربة كفر أو لشتيمة لانو كنا عارفنين انو الوضع بجونيا بالأخص حيكون كتير موتر صح لو اسمعنا الأخبار وكنا صارنا نتابع الميديا وشفتنا شو كنا عم يتوزع أخبار على الميديا انو اللي حيطلع جونيا حيصير في كذا رئيس بلدين جونيا حيتعرض لكذا ملعب انو كان تشدد كتير تنش نعم بيعلوه كتير اللي يخوفوا الناس قطل حالي خلاص 30 ب30 50 ب50 طلبت 500 كمان كان الرفض موجود 100 رفض موجود اخر شي اخي خمسين وصلنا على 30 فمما اجاب بالي هالقدة انو ابني مادر تقعدوا معي على المنصة لهالدرجة قبلنا انو يعود مع انو سوريا المنصة كان في مرافقين ولا نبيل موجودين مع ابني ما كان في موجود محل المرافقين مثلا ما حيتعرض لحدا ما في جمهور ابني جرى بيلحقنا من طريق تاني ام صار ما بينه من القوى الامنية يشتباك حرم تعرض ل السلام يتقلبه يعني بريزدان حضرين لك وفي حبيب المنات الدعبول كمان يعني حسن نصار احمد ترحيني وهيسم تنير حضروا لك مفاجئة ما كانت بالحسبان ابدا اذا فينا نقف وراء الرئيس نادي النجمة نادي النجمة الشباب يعطينوا الف عافية تركني لك ايها سوربريز انت منك عارف لا والله ما عارفين عم بقلك لازم اتشكركم انا واقف مش انا واقع ما بقى السير رئيس اه اوك هكذا عم بيعملوا تحقيقات معي معرفتنا هلا انه عم بيعملوا ضرب فيه اه اوكي اوكي فنحنا هيدا البودكاست عفوة جدا وهيك من حبلة نحنا قاعدين قاعدين بيت متل ما بقولوا اهل البيت سلا شاء فنفهم ليه لابس اخضر بستاش ما بتحب اللون الاخضر لا اكيد نحبه في معاسة بيننا حبيب شخصيا بطر لبناء شخصيا والادارة هاي الثامتنير كمان عم بيهديك الكاس اكيد شكرا يا شباب شكرا يا شباب حلوة السوربريز شكرا يا شباب شكرا يا شباب على سلامتن من عشاء النجمي ما بيقفوا دقيقة ما بيتابعوا فيها الشاردة والواردة طب رئيس كان عندك مشروع قبل فكرة انه تجهيز مدينة كمية شمعون رياضية كملعب عرضت خدماتك بمحل وبمكان ما رجعنا الايام راحت وايجيت طب هلا نحن على ابواب الدورة عن جديد ملاعب ما في نية تجهيز ملاعب جديدة لك انت بتعرف كتير منيح انه انك تستثمر منشأة رياضية بده قانون صح فوقت ما عرضت هالشي هيدا كان عندي مستثمرين جي معنا من بره كان بيهمون هالشي هيدا لانه اخر شي هيدا شغل صح بيعمل مصاري اول شي القانون بلبنان ما بيسمح لك تستثمر اي منشأة اكثر من اربع سنين لانه قانون عمره ستين سبعين سنة في نائب وضح صادق بوجهة تحية اشتغل انه يعدلو اما وقت ما عدلو عدلو كمان غلط بعد ما وصلوا لحل معين بس اجمال المديرة دي عملناها دراسة عفوا انه بس في منشأة بطون ما خلوش شي جوا عمين حكى باختفاق كليا لالينارة وكابلات الكهرباء يعني بدك ترجع تبلش من زيرو سكراتش ما عنده غير البطون ترجع تلبسه رح تمرق الايام غمي دائم فتعين ورح نرجع عزيزة الملاعم بس اليوم انا سمعت انه في هبة مصرية جاي بس لالشكلة رجت رئيس صحيح انه جددته من شهرين مع دراجان وما حدا عارف صحيح بس انا بحب اشتغل ما بقولش عم بعمل ما عندي كل شوية عملت الشغلة بطلع على الفيسبوك او على الميديا خبر شو عملت او مين مضيت بس سنوضع انه مش دراجان تجددله لانه احرصتوا اللقب بسوه من شهرين موقع معكم صحيح ومضينا لعبين جدا منذهم ما نحكي ما لازم نحكي كل شي عم نعملو اصلا ما بدي اعمل اي شي بالشهرين الماضين وطلوع يأسر على واحد بالمية مسيرتنا للتحقيق اللقب هلأ فينا نعلوم مين اللعبين صاروا لا لسه لسه بعد لسه اوكي بس اللي بأكد لك انه اليوم توجهة انا للاعبين ناشئين ما عندي توجهة ابدا للاعبين عفا اذا احكيته بالطريقة بالعمر بدنا نبني فريق جديد اصلا معدل اعمار اليوم بفريق النجمة منو صغير كمان مش كتير صغير بس حققنا الساعات المطلوبة منا من اول دور صح صح في عندك هيك وهيك لا لكي ده الموجودين معنا زوج خبرة الكبار بالعمر موجودين بس ما بدي ارجع عجيب كمان رئيس باولو مينازاس مين استغنى عنه يعني مين اخذ القرار انه خلص باولو بوجه له التحية والشي ما عمل عليه الزلمة وصل لمحل انه خلص وقف صار في ضايع رجع من اسيا بخسارات اجا مطش الانصار اذا مذكروا خمسة واحد كمان عمل بلبلة معنا بلشنا السودسية كمان بلشناها غلط وزا مذكر الهزيمة اللي واحد سفر مع الصفة الخطأ اللي فات صح من لاعبنا منذ ما نذكر اسيمي كما اثرت كثير على الوضع فصار فيه تنشن كثير عالي بينه وبينه اجا قال انا خلاص بدي اتركه مش بطريقة كثير كثير مستفزة ام انه خلطو البيلخ معنا انا بدي اترك خلينا بكرا نرد الله خبر امتنى يوم جينا قال اوكي فيك تترك انا بس بدي انا اترك انه كان طريقته كثير مستفزة ما حبيت منه قلت خلاص لكن صارت كسر تجرة بينه ما فيني كميل انا بطريق انسان كل دقيقة مزيج صح ما بحبه شغلي يكن عم تشتغل من قلبك اذا كل شوي مزيج ملشنا غلط ما بدي نكمل بالغلط خلينا نصلح على الغلط وصلت للقرار مش هيت فيه انت بالاجانب يلي تغيروا قبل وفتت على الفاينل سيكس باجانب جديدة باولو الوحيدة اللي بيتحمل مسؤولية اختيارهم بالنسبة له ايه اكيد انت مبتدخل لانه الاجينس تبغلوا كلهم من بورتوال انت مبتدخل بالاسماء يعني بي انا بجرب انه اذا اليوم جاب لي لعب انه اللعب الدي هيدا اللعب بزينيتو ايكس اخي طب هاي الايكس انا ما معاعد فعل اخي اوه اجيب لي لاعب تاني نقدر ضمن البجت انه اليوم انده اذا قادر تشترس يارب مليون دولار مع كيون ولا ما معكيون لا اخي ما معيون اللي اكذب عليك اجيب لي لعب انه من البجت هادي من الاخر بتدخل اختيار الاجيني ما كان موفق ابدا لك اليوم اخر شي اللاعب يجي حاص اليوم هارونس كان موجود مع ريال مدريد ما توفق مزبوط الله الراحة غير اندية توفق فيها وانا الوقت ما اجيبوا الريال مدريد كان عامل نجم مزبوط الله لا وقت ما ترك ما بيان رونالدو كان نجم ريال مدريد وراحة على انجلند شو عامل؟ وازم اذكر عاد فاسخ عقده يعني انت وقت اجه اللاعبيين كان عندهم سيفي كنت راضي عنو؟ اع السيفي اكيد راضي افرتون سيفي طبعه اخيالي بالنسبة لما بيستوى عندنا بلبنان افرتون لاعب عالي جدا هدف الدوري البحراني اعلى لاعب كان بالدرجة البحراني عمل نيد البحراني اوه كان هداف طبعه وعمل هدف البحران وجنسوه بحراني اللي يلعب مع المنتخب البحراني افضل من هيك راح ترك البحران راح اندونيسيا عمل هدف اندونيسيا طب رئيس انتقال احمد خير الدين للانصار صار من حواله الشهرين تقريبا وكل عرفوا فيه وهو لاعب مع النجمي واجه له التحية يعطيه له عافية قده ماتش حلو يعني اليوم احمد خير الدين عمل لي عليه انا الشخص اللي جبته عندي هو بيعرف اذا هل حكيه ولا لا بفضل معرفة صاحبنا حسن طاها هو اللي جبليه اللي عندي على المكتب اول ما استلمت قال لي فيه هادا الشاب طيب عنده مستقبل حلو وقت عملنا معه كونترا وطلع ما كانت عارفينه بيقربوا له حسن حمود طلع فيه قربة بيناتهم فكان انه زيادة خير خير صاحبه له حسن طب هو اطراح الانصار وقع خبرك لا معيني انا انطرت منه جواب اعطيناه الوفر طبعنا عرضنا وانطرت جواب جمعة الانasing 2 friendships م �انت ثم اتفجأت يعني حينت متأكد النجوم وضل محله هيدا اللي فينا كده شو يعني؟ النجمة هي بتخلق نجوم نجمة هي أم الصبي باللبنان بالفوتبول انت اليوم تعرف كتير منيح انه كل الشباب خير وبركة ما عم بقلل منهم بس اليوم النجوم الموجودة بالأنصار ما عرف انه نجي بسلح إذا غلط كريم أبوزاد راح على العهد مش عيامي راح ما تنخذني انا جبته من ألمانيا لا عم بحكي انه كان نجمي راح على العهد راح بالأول لأخا علي عطوه اعارة أنا وقت ما جبته من ألمانيا قعد شهرين ثلاثة معنا كريم أبوزاد عفوا كريم أبوزاد فكرت كريم درويش كريم أبوزاد عم تقولي انه واحد بيكون بالنجمة بيروح لغير محد كريم أبوزاد أكبر دليل أنه كانت كريم معنا اليوم ستار صح راح على العهد تم اليوم بالعهد عندهم زماني غلطان سبعين لاعب اللي بدهم يجيبوا واحد لاعيبة زين ما بعرف بس يمكن أخذوا من ضربنا كلمان This is business آخر شي نحكي بارك من عيقون للنجمة والحمد لله ربنا كان معنا رئيس نجمة باسكت كانت فكرتك صحيح أنا أول شخص حكيت معه لفايصل فايصل على العاوي لازم هالنادي الكبير يكون عنده فروع أكتر بالرياضة كان عندنا أيام زمان السبعينات كان في سباحة زماني غلطان فوليبول كثير أنواع بمبوم بالنجمة غير الفوتبول بس أعرف على الظروف المرأة فيها البلد كله بطل فيه غير الفوتبول وبعدك بهالفكرة بيوم من الأيام تمني يكون عندنا نادي كبير بيجمع كل كل أندي مثل اليوم تعرف ريال مدريد أنا لأنه شجع الريال عندك ريال باسكت ريال فوتبول ريال كرة نسائية اللي بدك هي موجود بالريال مدريد هذا عشق هذا حلم بس ما بعرف إذا بتثبط بريد هل صحيح أنه عباس عطوي رجع فرض الهيبة والنظام داخل النادي غير كتير من وقت ما وصل مع دراجان صحيح مجهله التحية لكابتن عباس كابتن عباس بالشغل شغل ما عنده لاش مال ولا يمين ولا عنده تقن مشطق بده يمشي على السيستام المحطوط ما بيقبل بالغلط رئيس هلا عندكم آسيا استحاق كتير مهم كتير كبير وصلت لوقت وقناع اليوم أنه عندك كل السقة بالكابتن دراجان والكابتن عباس أنه يديروا هني هالمرحلة هاي أنا حط حالة عجنب شوي ارتاح يتعبوا حالهم هني فيها نظرة صورة حيكونوا قدق يعني أكيد بوضجة الموسم الجي رح يكون أكبر بكتير طبيعي بين محليا وبين أسيويا يعني مشاركات صحيح حضر حالك الحمد لله لو لا سمح الله ما ربح ما زنز عني الدوري كان فعل بالعكس يمكن كان عندي أحافظ أنه أرجع أصليح غلطة ما هي بتصير تحدي لصة إنه لا لا هي كسر معنا ولا هي كسر معنا بس آخر شي في أناعة أنه الواحد ينجح هطول رئيس انتخابات النجمة عيمتن مش بعيد كتير مش بعيد كتير قربت صحيح في أسماء كتير جديدة رح تفوت على الجنة الإدارية وفي أسماء ما رح تكون موجودة أكيد لأنه حالك لأنه في كزا عضو مستقيل ما فيها نكمل حاليا الموجودين ما فيها نكمل فيها والطريقة عشنا فترة من الفترات على السوشل ميديا أنا بتعرف من نعيش بالنيدي بس هجومات هجومات على ناجي حمود كتير بيعتبروا إنه ناجي حمود جمهور النجمة إنه أنصاري وكتير بيقولوا ليش بعضه بالنيدي هيدا السؤال ليش بعضه بالنيدي مع العلم إنه هو أنصاري شو ردك على هالشي لك اليوم تلاقي اللعب فتبول موجود اليوم معنا بكرا صار بالأنصار عم بيرعب الأنصار من قلبه بيقولوا لو شو إذا أنت اليوم بيسحل لك تلعب وين تلعب لهم نجمة مثلا بتذكر في مقابلة كانت لها لعب نجمة بس أنا عم بلعب مع الأنصار هيدا آخر شي بيقول لك بيزنس اليوم إدارة النادي منها إدارة هيني منها شغلة كلمة اليوم بدك تنقي كيبك اللي بترتاح معه اللي بتأمن له في ناس ما كانت مرتاحة على وجوده بفهم ليه عرفت ليه مع الوقت صارنا نعرف ليه في ناس مش مرتاحة على وجوده بس بالنسبة أنا آخر شي أنا ربين هالسفيني أنا اللي بدأ أقرر مين ما بدأ كون معي مش واحد عاد على الميديا عاد على التليفون عاد بيكتبلو كم كلمة بني صدق اليوم السياس بتنضار من الشار ولا من السياسين درجة أولى في في ناس بتحط القواعد بتمش عليها مش كل واحد بيحكي كلمة من رئيس مضبوط أنه زياد شحادي تنزل على الملعب بس بعد الأكاديمية بإيده بعد دير الأكاديمية كيف فرق بإيده بنكون ديرها كيف ستايز زياد عنده خبرة بدارة الأكاديمية بتعرف هو من كذا سنة سلم إدارة المنشآة النجمة حسنة وعمل الملعب حسنه صح ودار الأكاديمية من مع اسم سبورتينج بوجود أنا أول فترة كان ماشي به السيستام هذه درجات توصلت لأتفاقية أنه ترجع الأكاديمية لنين النجمة تصير اسمها نين النجمة كل مردود الأرضي ديت الملعب نتعرف نحن بيجي الناس بيستجروا الملعب يلعبوا عليه رجعت للنجمة ما كانت هيك بالأساس كان مردود لألو الأساس لنين النجمة هو دير الأكاديمية اليوم كجي أم لنادي الأكاديمية يعني هو الجي أم تابعه لأنه أنا أسمع كمان أخبار اليوم في موظفين عم يشتغلوا هن موجودين كنم أيام سبورتينج اليوم هن بعضهم خليناهم ما قطعنا برزق أحدا لشان الحمد الله عم تنجح بلش الأكاديمية مئة وخمسين اليوم عنا 300 ومتطلع طلوع الأكاديمية ما في حنا عم يفوت على الأكاديمية غير ما عم يدعي لنا بالخير أنه أولادي كثير موسوطين أنا شخصيا ما كنت عارف ديرها الطريقة لإستسديات ديرها هذا شيء كثير مهم مع مزبوط كمان في خبرية أنه الجيم بالنادي يلي هو تقدم ربطة النجمة بأميركا الأستاذ خليل صفا معقول يصير أجار للعموم يلي هو هيدا الجيم للعبين أولا ربط وجههم تحية لربط جمهور أميركا وحج إبراهيم وجههم تحية هني أقدموا تجهيزات النادي نعم هني أقدموا تجهيزات النادي بخدمة هالنادي النادي كيف بدوا يستفيد منهم ده شأن النادي هني أقدموا شيء للنادي اللي بيحبوه اللي بيعشقوه أكيد الأولوية للعبين النادي اللي يتمرنوا على ما يروحوا يتمرنوا بأي أندية بره الأولوية لهم وإذا النادي بيجي مردود من هالشغل للا نحنا ما عم نرجع نبيعه للمكانات أو نحنا عم نستثمرون لخدم من هالنادي لا يكون في مردود للنادي أكيد طيب و بريزدان بدي أوصل أنا وياك قبل ما يدهمنا الوقت للأبيض رمادة أسود أنا بفترة من الفترات بمقابلي مع البرزدان أسعد السؤال كان عم بقلي إذا نادي نجمي اليوم بيطلب مني أن يكون حده ساعده مديا أنا جاهز لك سبعت أنه الخبرية أول ما استلمت قدام مجموعة أصدقاء وقالنا يا قدامنا أنه أنا أول ما يستلم سأقدم حبها مالية بعدنا نطرينا بركي هلأ بتجي هدية مع اللقب ما حدا بيعرف إن شاء الله يا رب معمل لك بعدنا نطرينا بتصور أسعد قده لماذا بيعمله هو أصلا ما بخل الوقت كان رئيس نادي يعني عن نجمة كلنا منعرف كل رئيس بيمر قداب حد خمس سنين صح قداب ضح إن شاء الله هلأ الكادو بيكون ليش لا متشكر عليه أبيض رمادي أسود أسعد 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 صديق هلأ كله أصدقائك بفي حدا ما بحس لحظة أنا بحب أحكي عن صديقائي فخليه صديق إذا قلت أبيض يمكن يزعل أسود يمكن إذا قلت رمادي يمكن فضل أحافظ على أصدقائي موس عشور أسود ليه شو صار بوقت من الأوقات كان هالشخص مستلم الفئات العمرية بنجاح كلنا بنعرف شو تغير بنادي النجمة وصلته لها العلاقة لك أول شي أبو علي كانت علاقة كتير منيحة فيه هذا اللي أعرف حط هنا إذا منذكر مسؤول مع خينا خليل الغول اللي بوجه له التحية كمان بالفئات العمرية كل يوم كل يوم مشكل كل يوم مشكل كل يوم مشكل وصلت لوقت لأنها تعبت عنه المشاكل خليل لم يلمعروف بياد عن الفئات العمرية لأن أنت خيي حبيب قلبي ربانين سوا ما بدي أخسرك كرميل كل يوم وجع رأس خليل تنع وهو استلم وقت الجمهور ما في شي بيستلم وخليل ما بنجح في هذا أكيد حتينا خيينا عصام الهبري بإدارة الفئة العمرية خبريزة كل يوم مشكل كل يوم نعلق مع مدرية كل يوم نعلق مع مدرية آلتان يخيي ليه وهذه المشكل وإذا نشوف بلش تفلت علينا الميديا ويبين معنى أنه في شخص دير هالميديا اللي توجهنا الحرب بايدة استغربت أنه نحن ما عمل نجرب ما جرب تقعد أنت وي يعني نظلم كبير بالعمر أنا بحترم الكبار بالعمر بس اللي عم يعملوا معنا بعض اليوم هالحركات هنا بيض عندنا فضل الدورة خلص وربحت اللقب والكل مبسوط معقول تفتح صفحة جديدة مع الكل عن جديد ما في شي بعيد بس أي إنسان يتحدث عني بالعاطل أو أزاني بالحكي أكيد لا أكيد لا أكيد لا سلاح سيران أي لون تعطي أبيض ساعد عي ثاني عيد أبيض من يمكن أن تسحب منك أسود كل لون أبيض أخي حبيب قلبي فيصل العاوي أنا فيصل لا لدي علاقة معه كذب علي فايصل كان رئيس رياضة وليس طريق المستقبل وليس علاقة معه ولكن لم يكن مرحب ومرحب بينه وكل محبة بينه لم يكن خبرة معه لوصفه لفايصل وبيض لم يكن خبرة أصير وإخر شي وإستقال من منصبه وزارة الشباب ورياضة أبيض أبيض ليه شو عم تعمي اليوم أنا مني ضده بس عم بس أل سؤال بإمكانيات الموجودة عندهم هيد شو عم بيسيعدون هيد قدرتهم مش قادرين يععملوا شي بالعكس كلهم شباب ناطرين الفرصة عم يشتغلوا راحوا سعودية كرميل جاروا يعملوا شي للمستقبل الشباب بلبنان يحاربوا المخدرات راحوا عم مصر جاروا جيبوا الهبة لا يسابوا أرضية مدينة رياضية تواصلوا مع العراقيين لا يسابوا ملعب الزماني غلطان حم يستطيع حكي كمان ملعب علبك أو ملعب صيدة جماعة بيشتغلوا بالإمكانيات الموجودة عندهم ما في ميزانية كيف بدوا يتحركوا الجماعة تعرف لأنكتاري اللي بيمرقوا معي بينتقدوا وزارة الشباب ورياضة ما بعرف لي صراحة هيدة قدرتهم أصلا أنا ما عندي علاقة مع وزارة الشباب ورياضة إنه عندهم شغل بس أنا علاتي مع الاتحاد الفتبول لبناني صح أنا برجي تحية للاتحاد فعلا على يعني الظروف الصعبية اللي عم نمرق فيها اقتصاديا الملاعب وغيرها ونرجع ما بيعرف مش اقتصاص الاتحاد الملاعب أبدا هني جربوا جربوا عملوا جوني ونساء الله عم بجربوا ويعملوا صيدة بس ما عم بيوصلوا لحل معين هيدة قدرتهم كمان هيدة الموجود هيدة حل البلد غير إذا الدولة الليبنانية اليوم عبر وزارة الشباب ورياضة بدون يعمل شي يستحصلوا على أرض يعطوها لأندية الكبيرة إنه عملوا أنتوا بالأرض ما بيعرف إذا بتعرف إيشتر الدولة الأردنية عطيت لك النادي كبير اللي عنده شعبية معينة عطيت لك أرض عطلوا بدين نادي تبعك فيها شو حلو وانت في أندي شو عملت بدلا ما تعمر ملعب عليها عمرت بنيات عملت مصاري رحت اشترت أرض تانية أرخص وعملت عليها ملعب مصاري محوني حلو فبتمنى على الوزارة الشباب الرياضة يدرسوا الموضوع لأنه أكيد هن عندهم اتصالت مع الدولة اللي يعرف ما في أراضي يوزع العندي الكبير اللي عنده قاعدة جمهورية كبيرة بريزا بدي إليك أنا بأخر هال انترفيو لجمهور النجمة بتطمن للموسم المقبل النجمة رح تبقى النجمة أفضل من هالموسم لك أنا لنبلش بوجود أنا أراض يكون البرجت طبع عال لأنه أكيد ما فين يظل متحمل البرجت لحال العبق الأكبر فيه طبيعي في عبق غير متحملين بوجه التحية لنائب الرئيس بوب فانج إبراهيم فانج بوصدي الكل عم بيساهم معي بوجه التحية لسعد الجمل كمان عضو كمان يساهم معي كل واحد حسب قدرته بس عم بيلك أكتر الأشخاص مين وفي بعض الخيرين كمان بيحبوا كل فترة وفترة يبعثوا مبلغ معين للنادي عم بيوصلي هلأ تهنئة خاصة من رئيس نادي بيروت البرزيد ناديم حكيم لنادي النجمة لأحراز ولقب البطولة هذا حبيب قلبي أول الأشخاص بعتولي تهنية بس كان وقت عندي حادث ابني ما قدرت تجاوب لحظتها بوجه له التحية شخص عزيز شخص محترم جدا بقدروا كتير في معاذ بين بين برزيد مبروك كمان مرة هالكأس الحلو وعنا مراعا تكار نتركوا عنا بالستوديو أنا ممنونك بس يمكن عاوزوا بكرة في التهنية ما بيأسر صحيح على كل حال من شخصي أنا لحبيب قلب فرس كرم عا كل المجهود يعني جسد صغير بس بتصور بتقدروا وهو جيرسي النجمة عليها لقب التاسع هيدة غالية كتير كتير غالية نتمنى عليك انك قبل تعلمون تحبي للمنع للك رزاق سألت معيس عن التبعي في التي بعرف أنا دعفان وزع عينك رزاق بدي السؤال بعد لو سمحت عم تتدرب الطاولة هاي أنا ما حبيت أحكي فيها أصحابك أنا ما حبيت أحكي فيها بس اللي عم بيحضر هلأ ياريت بتخبر أدي أنا بربحك بطاولة الزهر بس ياريت أنا بتعرف إنسان بحب أحكي دغري وأنا كمان ما بتصور ولا مرة ربحتني فيها ما بتذكر حيجي اليوم لح تربحني فيها بريزاق أنا بدأت شكرك ومن كل قلبي بقلك ألفا بروك أنت إنسان لطيف متواضع جدا وإن شاء الله مع نيد النجمة يريحوا عصابهم لمجنين وزمهور النجمة والألترس يلي بدل نادي الوطن شكرا لك بتشكر فريقي العمل اللي معك فردا فردا ويعطيكم ألف عافية وبتمنى لك النجاح عطول شكرا بريزا أنت صديق عزيز علي شكرا